بدأ من نقطة من فوق ودي نقطة مختلفة شوية هقولك افتكر ان احنا قلنا ان بينهم زاوية ازاحة 120 درج افتكر ان احنا قلنا بين الطيارات الثلاثة او الجهود الثلاثة قلنا ان في زاوية ازاحة 120 درج تمام كده طيب بالتالي بتكون القيمة اللحظية للقوة الدفعة الكهربية خد بالك بقى هنفرق هنا ما بين القيمة العظمى والقيمة اللحظية لما هنجي نتكلم عن القيمة اللحظية هي اسمها القيمة اللحظية للقوة الدفعة الكهربية دي بتبقى رمزها اي سمول اما القيمة العظمى اي كابتل وبتبقى القيمة العظمى للقوة الدفعة الكهربية اي كابتل وبتبقى مصحوبة بكلمة ماكسيمم اي ماكسيمم فدي اسمها القيمة العظمى للقوة الدفعة الكهربية لكن اي سمول دي بتبقى القيمة اللحظية للقوة الدفعة الكهربية تعال نشوف المعادلات مع بعض ونحدد من القيمة اللحظية للوجه الاول والقيمة اللحظية للوجه التاني والقيمة اللحظية للوجه التالت نشوف مع بعض المعادلات اللي معانا اول معادلة هنا بتقولي ايه الاي واحد بتساوي اي واحد واحد يعني الاي واحد اللي هي الاي واحد سمول اللي هي القيمة اللحظية للقوة الدفعة الكربية في الوجه الاول تمام او في الملف الاول بتساوي القيمة العظمى للملف ده قيمة العظمى للقوة الدفعة الكهربية في الملف ده مضروبة في سين اوميجا تي وهنفسر كل حاجة من دول وهنقولي الاميجا ايه والتي ايه طيب ال اتنين القيمة اللحظية ال اتنين اللي هي ايه القيمة اللحظية للملف التاني او للوجه التاني بتساوي ايه ماكسيمم تو اللي هي قيمة العظمى للقوة الدفعة الكهربية في الملف التاني في الملف التاني مضروبه في سين اوميجا تي طب بالنسبة للوجه التالت نفس الكلام بس بتبقى برضو الاسمول اللي هي القيمة اللحظية ايه ثلاثة ايه ماكسيموم ثلاثة في سين اوميجا تي طيب نفسر الكلام ده ازاي مع بعض هنلاقي هنا بيقول لي انه الاميجا تي هي اسمها السرعة الزاوية السرعة الزاوية بنرمز لها بالاميجا تي تمام ودي بنعوض عليها لو هي مش عندك انت بتعوض عليها اتنين باي اف تمام كده طيب ايه تي دي رمز الزمن طب ايه تاني ان الايه ماكسيموم واحد واثنين وثلاثة القيم ايه ماكسيموم واحد واثنين وثلاثة ايه ماكسيموم اثنين و ايه ماكسيموم ثلاثة دي القيم العظمى للقوة الدفعة الكهربية المتولدة بالتأثير في الثلاث ملفات تمام كده المتولدة فين في الثلاث ملفات طيب اذا كانت الملفات متمثلة فان هذه القيم تكون متساوية تمام اذا كانت الملفات متمثلة يعني متزنة يعني الملفات عدد اللفات واحد مساحة المقطع واحدة فده معناه انه هو متزن اذا كانت الملفات متمثلة او متزنة فان هذه القيم تكون متساوية فتكون القيمة اللحظية للقوة الدفعة الكهربية المتولدة بالتأسيك في الملفات التلاتة اللي هي مين اي واحد اي اتنين اي تلاتة طيب الزاوية الازاحة انفصرها ازاي الشكل اللي عندي ده بيقول لي انه بين الاوجه التلاتة احنا قلنا التلات جهود هيطلع ما بينهم او موجودة ما بينهم زاوية ازاحة 120 درج التلات طيارات ما بينهم زاوية 120 درج زاوية ازاحة قيمتها 120 درج والشكل ده بيوضح لي الكلام اللي احنا بنقوله تمام طيب طرق توصيل الملفات السلسية الاوجه طرق توصيل الملفات السلسية الاوجه ده بيبقى عندي توصيلة النجمة وتوصيلة الدلت او طريقة توصيل نجمة تمام اللي هي ستار وطريقة التوصيل الدلتا كل طريقة من دول بتختلف عن التانية في طريقة التوصيل في محصلة الجهود محصلة الطيارات كل طريقة من دول بتختلف عن التانية كمان طريقة التوصيل بتختلف كمان جهد الوجه والخط في علاقة ما بين الجهد الوجه وجه الخط وطيار الوجه وطيار الخط تمام فده كله هنشوفه وإحنا شغالين ده كده كان مراجعة سريعة على اللي احنا قلناه في الحلقة السابقة تعالى نبدأ حلقتنا مع بعض اول جزء اللي احنا هنبدأ نشتغله النهار ده مع بعض اول حاجة احنا بنقول او النقطة الاساسية اللي هنبدأ بيها طرق توصيل الملفات السلاسية الاوجو. توصيل الملفات السلاسية الاوجو معانا طريقتين اللي هم او هم طريقتين اللي موجودين عندي طريقة النجمة وطريقة الدلتا او طريقة توصيل نجمة وطريقة توصيل دلتا اللي هي المسلسي بيتقال عليها المسلسي او التوصيل المسلسي. طيب نشوف مع بعض كده اول طريقة اللي هي توصيلة النجمة او التوصيل النجمي التوصيل النجمي لو بصنا على الشكل اللي قدامنا ده هنلاقيه بيقول لي ايه انه التلات ملفات اللي موجودين عندي دول ادي الملف الاول الملف التاني الملف التالت ايه اللي حصل يا اما جمعنا نهايتهم يا اما جمعنا بدايتهم تمام يا اما جمعنا البدايات او جمعنا النهايات في نقطة والنقطة دي بتسمى ايه نقطة التعادل النقطة دي بيسمى نقطة التعادل أو النيوترل بيبقى رمزها N طب إيه التلات خطوط اللي طالعين دي اللي هي أطراف الملفات أو بدايات الملفات لو أنا جمعت النهايات هنا يبقى دي البدايات الخطوط اللي طالعة دي البدايات طب تعال نشوف هنشرحها إزاي لأنه هيجي في الامتحان يقولك اشرح بالرسم طريقة التوصيل النجمة موضحاً العلاقة بين الجهد والطيار جهد الوجه وجه وجهد الخط وطيار الوجه وطيار الخط تعال نشوف كده هنشرحها ازاي في الطريقة دي بيتم توصيل الثلاث بدايات أو الثلاث نهايات للملفات الثلاثة مع بعض لنخرج من النظام بتلاث خطوط اللي هم التلاث خطوط اللي احنا شايفينهم دول تمثل الثلاث نهايات أو الثلاث بدايات حسب انت من انت موسط والله انت جمعت البدايات ولا جمعت النهايات والخط المشترك يطلق عليه خط التعادل اللي هو ايه النقطة اللي هنا هيطلع منها خط مشترك وهنرسمها مع بعض دلوقتي يعني انا هنقل بشريحة تانية دلوقتي وهواريك ترسمها ازاي بيطلق عليها نقطة التعادل او خط التعادل ويكون مجموعة طيارات التلاتة يساوي صفر امتى يا مستر ده في حالة الاتزان برافو عليكم النقطة ده مهمة ده في حالة الاتزان يعني ايه يعني الاي واحد زائد اي تنين زائد اي تلاتة تساوي صفر تمام كده يبقى ده كده محصلة او مجموعة طيارات التلاتة بيساوي صفر طيب تعالا هنا نشوف التابلور كده نرسم نرسم عليه توصيلة النجمة توصيلة النجمة هنا هنعمل ايه ادي التلات خطوط اللي احنا هنحط عليهم الملفات عملنا ايه جبنا التلات ملفات بالشكل ده وحطناهم جمعناهم في نقطة جمعنا التلات ملفات التلات نهايات مثلا جمعناهم في نقطة والتلات ملفات دول كل ملف خرجنا من بدايته بطرف تمام يبقى دول التلات اطراف وهنا التلات نهايات جمعناهم في نقطة طيب الخط اللي احنا بنقول عليه خط التعادل بيبقى الخط اللي هيخرج من نقطة التعادل من هنا وهنا ميزة مهمة قوي انه اقدر في توصيلة النجمة اقدر احصل على اكتر من قيمة للجهد ازاي هنشوف الكلام ده دلوقتي طيب هنعمل ايه ده كده الملف الاول تولت فيه بالاستنتاج او بالحس اللي هو القوة الدفعة الكهربية في الملف الاول اي واحد واي اتنين واي تلاتة الملف التاني والملف التالت او القوة الدفعة الكهربية في كل ملف كده طيب هنا بيبقى طيار الخط وده هنشوف احنا قلنا طيار الخط ليه ما قلناش طيار الوجه هنشوفه لانه طيار الخط بيساوي طيار الوجه في توصيلة النجمة تمام طيب هنا بقى اقدر احصل على ايه انا هنا لو تلاحظ بداية ملف وبداية ملف يبقى كده وجه ولا خط يا جماعة كده وجه ولا خط لا ده كده اسمه جهد الخط وده هنشوف الكلام ده بعد كده جهد الخط بيساوي ايه وجهد الوجه بيساوي ايه يبقى انا كده قلت انه ما بين بداية الملف ده او الوجه ده وبداية الوجه ده يبقى كده انا بحس بالخط كله او جهد الخط كله ولكن لو انا جيت حملت ايه قسط الجهد ما بين الوجه الاول مثلا او طرف الوجه الاول وخط التعادل يقوم يديني ايه جهد الوجه في الحالة دي انا عندي اكتر من قيمة لجهد ايه يا جماعة لجهد الوجه او للجهد عمتا في توصيلة النجمة تمام طيب الكلام ده نفسره ازاي تاني العلاقة بين الطيارات والجهود للوجه والخط في توصيلة النجمة لو بصينا على الكلام ده او نفسر النقطة ازاي احنا من الرسمة اللي احنا شفناها او اللي رسمناها مع بعض دلوقتي وضي طريقة تكفيق الرسمة معك الشبلونة بتاعت الهندسة كعربية وهتلاقي الملفات موجودة هتلاقي توصيلة النجمة موجودة ومرسومة على الشبلونة تلاقي توصيلة الدلتة الكبيرة والصغيرة والنجمة الكبيرة والصغيرة حسب مقياس الرسمة اللي انت عايز ترسم به وحسب الشكل المناسب وحجم الرسمة اللي انت عايز ترسمه ده هيبقى موجود معاك على الشابلونة بتاعة الرسم الهندسة او شابلونة الهندسة الكهربية طيب يعني احنا مش هنغلب قوي بحيث ان احنا بنرسمها لكن لما رسمتها اكتشفنا ايه اكتشفنا انه التلات نهايات للملفات متجمعين في نقطة والتلات بدايات للملفات خرجنا منهم باطراف طيب لما جايس الجهد بين بداية وجه او بداية ملف وبداية ملف يبقى انا كده ده انا شغال على جهد الخط كده انا شغال على جهد الخط الجهد القيمة اللي هتطلع اسمها قيمة جهد الخط طيب لو انا هايس ما بين بداية وجه او طرف ملف اسمه بداية وجه بقى لو طرف ملف وخط التعادل اللي هو النيوترال او اللي هو نقطة النيوترال او خط التعادل قيمة الجهد اللي هتطلع ما بين طرف الملف أو طرف الوجه الأول وخط التعادل هتديني قيمة الوجه يبقى نقدر بعد كده قئيس بين خط التعادل والوجه الثاني وأقدر قئيس بين خط التعادل والوجه الثالث تمام لأنه كده هيبدأ يبقى عندي ثلاث قيم لجهد الوجه تمام كده بس هما المفروض هيبقوا قيمة واحدة لأنه المفروض أن الحملة هيبقى متازن أو الملفات متساوية المفروض أن الملفات متساوية وبالتالي جهد الوجه هيبقى ايه قيمته واحدة يبقى عندي قيمة لجهد الوجه وقيمة لجهد الخط نشوف الكلام ده في المعادلات وفي الحاجات اللي احنا هنقولها مع بعض بيقول لي ان جهد الخط بيساوي جزر ثلاثة جهد الوجه جهد الخط بيساوي جزر ثلاثة جهد الوجه طيب معادلة تباين للكلام ده هنلاقيه هنا بيقول لي ايه ان الفي لاين اللي هو جهد الخط او الفي ال اللي هو جهد الخط يساوي ايه يا جماعة جزر 3 V-Face وهنقول دلوقتي هنكتب حيث أن V-Face جهد الوجه والV-L هي جهد اللاين أو جهد الخط هنشوف الكلام ده مع بعض طيب الطيارات في توصيلة النجمة طيار الوجه وطيار الخط بيقول لي هنا أن طيار الخط بيساوي طيار الوجه يعني ايه؟ يعني ال-I-Line بيساوي ال-I-Face يعني ال-I-Line يعني طيار الخط يساوي طيار الوجه ده إمتى يا جماعة في توصيلة النجمة علشان الكلام ده بيختلف في توصيلة الدلتة خد بالك خد بالك أن الكلام ده هيختلف معنا في توصيلة الدلتة طيب حيث أن نقول بقى مع بعض والكلام ده لازم تبقى عارفه وتحفظه علشان لما ندخل على مثال دلوقتي يبقى أنت عارف هتطلع بيانتك إزاي لأن البيانات عليها جزء من الدرجة الخاصة بالمسألة ال-V-Face هو جهد مين يا جماعة جهد الوجه وفيس دي اختصار كلمة وجه اللي احنا عارفينها يعني ال-V-Face ده قيمة جهد الوجه طيب ال-V-Line جهد الخط وهنا يا إما تكتبها V-L يا إما أنت حبيب تكتبها V-Line مفيش مشكلة يبقى دي كده اسمها جهد الخط يا إما تكتب V-Line أو تكتب V-L تمام كده؟ طيب عندي كمان طيار الخط طيار الخط إحنا اتفقنا أن ال-L هي ال-Line أو اختصار كلمة LINE يبقى إما تقول I-L أو I-Line وده طيار الخط عندي كمان طيار الوجه هو ال-I-Face طيب ده كده العلاقة بين الطيارات والجهود للوجه والخط في توصيلة إيه؟ النجمة طيب عندي هنا توصيلة الدلتا نشوف مع بعض كده توصيلة الدلتا توصيلة الدلتا دي يا جماعة هتبقى أزاي؟ لما نيجي نوصل توصيلة الدلتا أنا عندي احنا بنتكلم على توصيلة الملفات السلسية الأوجه توصيلة الملفات السلسية الأوجه دي أنت هتوصلها إزاي؟ إيه اللي هيحصل؟ أنت هتمسك الثلاث ملفات تمام؟ كل ملف منهم ليه بداية وليه إيه؟ برافو ليه نهاية لأنه فيه بداية بيدخل منها طيار والنهاية بيخرج منها الطيار على الملف التاني صح كده؟ طيب لأنه كل أي عنصر ليه بداية ونهاية ليه طرف دخول وطرف خروج للطيار فأنا عندي دلوقتي الثلاث ملفات في النظام السلسي الأوجه هيتوصله إزاي في توصيلة الدلتا؟ بكل بساطة نقول إيه؟ بنوصل نهاية الوجه الأول ما احنا قلنا الملف هو وجه صح كده؟ أو نهاية الملف الأول مع بداية الملف التاني والكلام ده هنرسمه برضو نطلع التابلوجة ما احنا تعلمنا ونرسم توصيلة الدلتا بس نقولها الأول نقول إيه؟ إنه نهاية الملف الأول بوصلها مع بداية الملف إيه؟ التاني تمام يبقى نهاية الملف التاني تتوصل مع مين؟ مع بداية الملف التالت طب ونهاية الملف التالت تتوصل مع مين بقى؟ مع بداية الملف الأول يبقى كده إنت تحس إن هي تقفلت مسلسية صح كده؟ لو فجدناها هتلاقي إن في ملف تحت وملفين في الجنبين أو ملف في الجنبين تمام كده؟ نشوف مع بعض كده هي بتتوصل إزاي أول حاجة بيقول لي في هذه الطريقة توصل نهاية الوجه الأول طبعا الوجه ده اللي هو الملف يا جماعة برضو نهاية الوجه الأول مع بداية الوجه التاني ونهاية الوجه التاني مع بداية الوجه التالت ونهاية الوجه التالت مع بداية الوجه الأول وبهذه الطريقة تتجه القوة الدفعة الكهربية للأوجه الثلاثة في اتجاه واحد وبالتالي فإن المجموع الجبري لهذه القوة تساوي صفر عند أي لحظة يعني في أي حتة المجموعة الجبري هتقيسوا ليها هيبقى يساوي صفر طيب يعني إيه الكلام ده الإي واحد زائد إي اثنين زائد إي تلاتة هتساوي الصفر تمام كده طيب وريني رسمة كده بسيطة أفهم منها الكلام اللي حضرتك قلته ده طيب هنا عندي قادي الملف الأول والملف الثاني والملف الثالث لو تلاحظ أنه الملف الأول ده قادي بدايته وقادي نهايته نهايته مع الملف مين؟ التاني مع بداية التاني ونهاية التاني مع بداية التالت ونهاية التالت مع بداية الأول وريني الطابلول اللي هرسم عليه لو شفنا الطابلول ده كده وقلنا أنه لو بصينا على الفكرة اللي قدامي دي هتلاقي أن التلات ملفات هم التلات ملفات اللي قدامي دول بيبقى إيه قادي الملف الأول والملف الثاني والملف الثالث ايه اللي حصل خدنا ركز معي بقى كده نهاية الملف الاول مش ده الاول الملف الاول بدايته فوق ونهايته تحت نهاية الملف الاول وصلناها بمين نهاية الملف بداية الملف التاني تمام طيب ونهاية الملف التاني اتوصلت ببداية الملف التالت طب ونهاية الملف التالت اتوصلت بمين نهاية الملف التالت اتوصلت ببداية الملف او الوجه الاول تمام وبكده اقدر اكون اطلع اطراف الملفات منه خدت رؤوس الملفات او رؤوس الدلتا يعني التلات زوايا اللي بقوا عندي خدتهم هم الاطراف التوصيل اللي موجودة عندي تمام كده ودي اللي هو اليو والفي والدابيو انت وانت بترسم هتعلم انه اطراف الاوجه او اطراف الملفات البداية والنهاية هتلاقي انه عندك اليو والفي والدابيو دول البدايات او البداية رؤوس الدلتا تمام كده طيب نشوف مع بعض كده معلومة او حاجات نفتكرها مع بعض بيقول لي تذكر في الحلقة دي بيقول لي ايه اول حاجة لازم تاخد بالك منها اذا كان الحمل متماثل يعني ايه متماثل قلنا متزن اذا كان الحمل متماثل يعني متزن طيب يبقى في الحلقة دي مفيش داعي انه انا اوصل سلك التعادل اللي هو خط التعادل او اللي كان بيبقى اسمه نيوترال اللي كنا بنسميه ان و بنحط عليه حرف الان تمام وفي الحلقة دي هيبقى النظام السلاسي الاوجه هنا او نظام النجمة اسمه نجمة بتلت اسلاك يعني انا عندي نجمة باربع اسلاك تمام انا عندي نجمة باربع اسلاك ده لو انا عندي خط التعادل وخط التعادل ده امتى يا جماعة لو الحمل مش متزن لو الحمل مش متماسل برافو عليكم طيب النقطة التانية يمكن ان نحصل على جهدين مختلفين في حالة التوصيل نجمة اربع اسلاك يبقى انا عندي هنا لو قلنا انه في حالة الاحمال متزن او الحمل متماسل او متزن مفيش داعي ان انا اوصل خط التعادل او اخرج بالطرف الرابع من نقطة التعادل طيب لو انا خرقت بنقطة التعادل او نقطة التعادل دي خدت منها طرف بقى عندي نظام نجمة رباعي الاسلاك صح كده بقى عندي نظام نجمة رباعي الاسلاك لو ما عنديش خط التعادل يبقى نظام نجمة سلاسي الاسلاك تمام كده طيب لو انا عندي نظام نجمة رباعي الاسلاك هقدر هيبقى قيمة واحدة للجهد ولا اكتر هيبقى عندي قيمتين للجهد ايه هما القيمتين في قيمة لجهد الوج صح كده قيمة لجهد الوج وقيمة لجهد الخط ها تمام كده يبقى عندي قيمة لجهد الوج وقيمة لجهد الخط طيب نشوف ايه تاني عندنا بيقول لي كمان يستخدم جهد الوج لتغزية احمال الاضاءة ومحركات الوجه الواحد يستخدم جهد الوج لتغزية احمال الاضاءة ومحركات الوجه الواحد تمام طيب ومال بقى جهد الخط يستخدم جهد الخط سلاسي الاوجه لتشغيل دوائر القوة يستخدم جهد الخط لتشغيل اللي هو في السلاسي الاوجه لتشغيل دوائر القوة زي المحركات اللي هي السلاسية الاوجه يبقى دي معلومات هو بيقول لي عليها تاني نفتكر كام نقطة دول مع بعض اربع نقط مهمين بتيجي في الامتحان اكمل بتيجي صح وخطأ نقطة الاسئلة يعني هي معلومات او ملاحظات لازم تاخد بالك منها بتتكرر في اسئلة خفيفة في الامتحان في اكمل في صح وخطأ كده احنا فهمنا ايه من الكلام ده انه في حالة ان الحمل متماثل او متزن مش هوصل نقطة التعادل مش هطلع منها خط وبكده يبقى عندي نظام نجمة سلاسي الاسلاك طب عندي طلعت نقطة التعادل خدت منها طرف ده في حالة الاحمال الغير متزن تمام وبكده يبقى عندي اكتر من قيمة للجهد ايه هما يا مستر سامع اللي بيقول جهد الوجه وجهد الخط برافو عليك تمام كده طيب النقطة التالتة انه بيقول لي انه جهد الوجه بيستخدم في تغذية الاحمال الاحدية احمال الاضاءة المحركات احدية الوجه تمام كده احمال احدية الوجه طب في حالة انه جهد الخط جهد الخط بيستخدم في تغذية الاحمال السلاسية الأوجه زي المحركات السلاسية الأوجه بقى تمام كده طيب نشوف بقى مع بعض حاجة اللي هي مزايا النظام السلاسي قدرته الجهود الموصلات المستخدمة الخط يشيل ايه المزايا بتاعته ايه تعالنا نشوف اول نقطة مع بعض كده مزايا النظام السلاسي الأوجه بيحتاج الى كمية من النحاس اقل من نظام الوجه الواحد تمام كده يحتاج الى كمية من النحاس اقل من نظام الوجه الواحد طيب النقطة التانية ينتج المجال الدائر السابت القيم الذي بنيت عليه نظرية عمل المحركات الاستنتاجية السلاسية الأوجه وده هيبقى موضوعك في الصف التالت هتعلم هتعرف ايه هو المجال المغناطيسي الدائر سابت القيمة وهتتعلم ايه هالمحركات الاستنتاجية هتدرس المحركات الاستنتاجية وهتعرف المحركات الاستنتاجية اللي هيب عندنا منها سلاسي الأوجو هو وجه واحد في محركات استنتاجية دورة في محركات استنتاجية خطية هتشوف الكلام ده كله في الصف الثالث بإذن الله يبقى أنا عرفت كده من مزايا النظام السلاسي الأوجو أنه بيحتاج إلى كمية أقل من النحاس من نظام من الوجه الواحد كمية النحاس المستخدمة بتكون أقل في النظام السلاسي الأوجو أقل من الوجه الواحد ينتج المجال الدائر المجال الدائر اللي بينتج عنه بيبقى مجال دائر قيمته سابتة المجال ده اللي بتبنى عليه نظرية عمل المحركات الاستنتاجية السلاسية الأوجه طيب ايه تاني بيستخدم نظام النجمة الرباعي الأسلاك في أحمال القوة والإنارة وفي نفس الوقت للتوزيع على جهدين تمام كده للتوزيع على جهدين طيب ملحوظة برضو مهمة بيتقول لي ايه النظام السلاسي الأوجه تلتمية وتمانين فولت بأربع أسلاك يستخدم للقوة تمام على تلتمية وتمانين فولت وللإنارة على ميتين وعشرين فولت دي حاجة تاخد بالك منها يعني في المعمل اتسألت السؤال الشفوي بيقولك انه أحمال الإنارة بتشتغل على جهد كام فانت على طول تبقى عارف انها بتشتغل على جهد ميتين وعشرين فولت تمام طيب أحمال القوة بتشتغل على جهد كام بتشتغل على تلتمية وتمانين فولت تمام كده دي حاجات مهمة لازم تبقى انت عرفها معلومات لازم تبقى انت عرفها او بدايات وبديهيات ان انت تبقى عارف أنواع المصادر اللي موجودة عندك لان انت عندك في القسم هيبقى موجودة عندك مصدر وجه واحد ميتين وعشرين فولت وهيبقى مصدر سلاسي الأوجه تلتمية وتمانين فولت لابد انك تبقى عارف الأحمال اللي عندك موجودة في القسم او في التخصص بتاعك هتبقى هتشتغل ايه أحمال القنارة هتغزيها منين وأحمال القوة هتغزيها منين انت لو طلعت شغال فني في السوق برا لازم تبقى عارف وانت معاك مهمة بتنفذها او عملية بتنفذها تمديدات كهربية لورشة لمنشأة صناعية لمنزل تبقى انت عارف انت بتغزي بكام احمال الانارة هتتغزي متين وعشرين فولت احمال القوة بتتغزي تلتمية وتمانين فولت يبقى النقطة دي لازم نبقى واخدين بالنا منها كويس طيب مزايا النظام السلاسي الأوجه مبارده عندي ايه في ايه آلة طيار متردد سلاسي الأوجه تكون قدرة القدرة الخارجة منه تساوي مية وخمسين في المية من قدرة الوجه الواحد لنفس حجم الآلة يعني ايه النقطة دي يعني الآلة اللي بتشتغل وجه واحد الآلة ذات الوجه الواحد القدرة اللي بتخرجها بتبقى قدها تلات مرات في مين في قدرة نفس الآلة لو شغالة سلاسي الأوجه تمام كده نقولها تاني قدرة المحرك السلاسي الأوجه بتبقى قدرته تلات مرات من مين من نفس الآلة بس او نفس الحجم لو هي شغالة بالوجه الواحد تمام كده طيب عندي ايه تاني المحركات السلسية الأوجه تعطي عزم دوران سابت القيمة المحركات السلسية الأوجه تعطي عزم دوران سابت القيمة أما في محركات الوجه الواحد ما العزم بتاعه ايه بقى فإن العزم يكون نابضا تمام يعني العملية رايحة جاية كده في العزم بتاعه تمام طيب يعني ايه قلنا المحركات السلسية تقطي عزم دوران ثابت القيمة اما في محركات الوجه الواحد فان العزم يكون نابض تمام كده تمام سهولة نقل القدرة الكهربية بالجهود العالية هنا نقطة مهمة احنا كنا بنتكلم عن دلوقتي على انه بنتكلم على مولد وعلى محرك وكلام منه هو بس النظام السلسي الاوجه موجود معايا في المولدات والمحركات لا طبعا انا عندي خطوط النقل الكهرابي بتبقى خطوط سلسية الاوجه والخطوط دي هل متصلة نجمة ولا دلتة ده بقى يرجعنا لميزة النجمة ان هي اللي هي بتتميز في خطوط النقل او يعني مستخدمة اكتر في خطوط النقل سبع قلة المفقيد والكلام ده كله تمام طيب يبقى هنا عندي بيقولي سهولة نقل القدرة الكهربية بالجهود العالية والفائقة باستخدام المحولات يعني هنا رجعني ان خطوط النقل في النقل السلسي الاوجه بيبقى اسهل ان انا انقل من الوجه الواحد علشان هستخدم المحولات يبقى هنا بيقولي سهولة نقل القدرة الكهربية بالجهود العالية والفائقة باستخدام المحولات الكهربية سلسية الاوجه ثم توزعها على جهود منخفضة افضل وارخص بكثير من استعمال نظام الوجه الواحد ليه؟ لانه الجهد الكهربية او القدرة الكهربية لما بتخرج من محطة الكهربية او شركة او محطة التوليد لما بتخرج منها بتخرج سلسية الاوجه بتبدأ تطلع على خط سلسي الاوجه بتخرج من المحطة على خط بيروح لغرفة المحول أو محطة محولات محطة المحولات تبدأ ترفع أو تخفض فهنا الأرخص والأفضل من حيث التكلفة اللي بيحصل أنه بيبدأ يكون التكلفة أقل في حتة نقل القدرة الكهربية ما بين الوحدات وما بين المحطات التوليد والتوزيع والمستهلكين بيبقى أفضل وأرخص من أني أستخدم نظام الوجه الواحد نشوف مثال مع بعض نبدأ نطبق بعض الأمثلة مع بعض كده بيقول لي مولد طيار متغير سلاسي الأوجه وعايزك تركز قوي في المثال وانت بتطلع بيانات المسألة اللي هتشتغل بيها مولد طيار متغير سلاسي الأوجه موصل بطريقة النجمة القوة الدفع الكهربية ليه الوجه؟ خد بالك ركز في الكلام علشان تعرف تطلع المعطيات بتاعتك كويس الأول المولد متصل إيه يا جماعة؟ برافو متصل نجمة خدنا بالنا من الكلام مولد طيار متغير سلاسي الأوجه موصل بطريقة النجمة والله هو لو ما قال ليس سلاسي الأوجه ينفع يتصل نجمة طبيعي الوجه الواحد مفيهوش توصيل نجمة ودلتا ده الكلام ده في الوجه إيه؟ السلاسي الأوجه في الأوجه التلاتة يبقى هنا جهد الوجه أو القوة الدفعة الكهربية للوجه الواحد 3810 فولت تمام؟ احسب جهد الأطراف وهنا نقطة مهمة هو جهد الأطراف ده إيه؟ حضرتك ما قلت ليش جهد الأطراف دي يعني إيه؟ هو إحنا مش قلنا إن جهد الخط بيبقى على الأطراف اللي خرجها ناحية الحمل افتكرنا كده مع بعض يبقى هي جهد الأطراف هو جهد الخط وقدرة الخرج إذا علمت أو إذا علمت أن الطيار في كل وجه 30 أمبير يعني إيه الطيار في كل وجه 30 أمبير؟ هما الأوجه التلاتة هيبقى الطيار واحد؟ آه افتكر العلاقة كده مع بعض كنا بنقول إيه؟ إن في توصيلة النجمة كان بيبقى طيار الوجه مساوي لطيار الخط ها افتكرنا كده؟ تمام الناس اللي صحية معانا وبيسجلوا كل كلمة بنقولها يبقى هنا إذا علم أن الطيار في كل وجه 30 أمبير ومعامل القدرة 8 من 10 تأخر 8 من 10 تأخر اللي هو معامل القدرة اللي هو الكوزين فاي طيب هنيجي بعد كده نشوف بقى هنحل المسألة بتاعتنا إزاي ونطلع البيانات بتاعتنا إزاي إحنا من خلال قرائتنا للمسألة عرفنا إن هو كان مديلي جهد الوجه وكان قايل لي إن طيار اللي مار فيه الأوجه أو فيه الملفات أو في المولد الطيار الكل كان بتلاتين أمبير طيب يبقى أنا كان عندي الفي فيس هنا كان مدهوني بتلات تلاف تمنمية وعشرة والإي إل كان مديني الطيار إي إل اللي هو بيساوي الآيفيس زي ما احنا قلنا في توصيلة النجمة إنه الطيارات الخط هويار الخط بيساوي طيار الوجه يعني قيمته هتبقى واحدة الآيفي إل اللي بيساوي الآيفيس بيساوي تلاتين أمبير وهنا الكوزين فاي اللي احنا قلنا عليه اللي هو معامل القدرة كان 85 من 100 يعني تأخر أو الليج طيب هو كان طالب إيه طالب جهد الأطراف وقلنا إن جهد الأطراف سواء قال لك جهد الأطراف وممكن يقول لك جهد الخط يبقى أنا هنا الجهد الأطراف أو جهد الخط اللي هو الفي إل عاوزينه عايزين نحسبه والقدرة كمان قدرة الخارج عايزين نحسبها أول حاجة عندي القانون كان بيقول إيه أو معادلات العلاقة بين الجهد والطيار في توصيلة النجمة كانت بتقول إيه كانت بتقولي إن جهد الخط بيساوي جزر ثلاثة الفي فيس أو الفي لاين تساوي جزر ثلاثة في فيس يعني جهد الخط بيساوي جزر ثلاثة في الجهد الوجه تمام كده نبدأ نعوض هو كان مديني جهد الوجه بكام كان قال لي في المثال إن جهد الوجه كان بيساوي 3810 اللي أنا طلعته هنا في البيانات بتاعتي تمام كده يبقى نعوض عنه بقى عندي الجهد جهد الخط بيساوي جزر ثلاثة في 3810 يطلع معايا بستة خمسة وستين الف خمسمية تسعة وتسعين وحداشر من مية فولت خد بالك دايما من استخدام القلة الحزبة لإنه آآ كتير بيغلط في استخدام القلة الحزبة يبقى حافظ القوانين صح معوض صح ويجي فيه تعويض القلة الحزبة وشغله على القلة الحزبة بيبقى ما عندوش إمكانية كافية أو يعني ما عندوش دراية كافية بشغله على القلة الحزبة انت محتاج دي تخلصها ازاي؟ قول جزر ثلاثة اكتب على القلة الحزبة جزر ثلاثة يساوي قول وبعد كده فيه 3810 بحيث ان انت تبقى واثق قوي من خطواتك طيب كده جبنا جهد الخط هو محتاج ايه تاني؟ قال لنا عايز القدرة قدرة الخرج كمان قدرة الخرج دي القانون بتاعها بيساوي ايه؟ قال لي انه القدرة بتاعت الخرج انت بتتكلم عن سلاسي الأوجه بتتكلم عن توصيلة نجمة طيب وجبت جهد الخط صح كده؟ وعندك طيار الخط تقول لي يا مستر هو ما قال ليش طيار الخط في المسألة هقول لك ارجع تاني لنوع التوصيلة نوع التوصيلة كان ايه؟ نجمة يبقى فيه واحد بيتكلم بيقول ان توصيلة النجمة برافو عليك توصيلة النجمة الائل بيساوي الائفاس يبقى الائل اللي كان او الطيار اللي مدهولك فيه المسألة في المعطى هو ده طيار الوجه اللي بيساوي طيار الخط يبقى عندي القانون بيساوي بي بتساوي جزر ثلاثة VL IL كوزين فاي تمام كده؟ VL IL كوزين فاي طيب نعوض نعوض عندي كده جزر ثلاثة الVL احنا جبناه بكام؟ تقول لي ده هو مدوني معطى اقول لك غلط لانه هو كان ايه لك جهد الوجه 3810 محدش يتلغبط في النقطة دي كتير بيتلغبط في النقطة دي يبقى لكن الVL انا حسبته هنا اللي هو الخمسة وستين او ستة خمسمية تسعة وتسعين وإحداشر من مية فيه التلاتين اللي هو الطيار فيه الخمسة وتمانين من مية يديني معايا هنا الناتج بتاعي بالواط تمام كده؟ طيب كده حسبنا المسألة على انه مولد طيار متردد سلاسي الاوجه متصلة ملفاته نجمة قال لك جهد الوجه بكام وقال لك الطيار بكام؟ الطيار اللي ماشي هو قال لي جهد الوجه يبقى ده الVFace قال لك الطيار الكلي يبقى ده الIL بيساوي الIFACE ليه؟ لان توصيلة النجمة كان الIL بيساوي الIFACE بيساوي قيمة الطيار اللي مدونك في المسألة تمام كده؟ طيب نشوف مثالتين اذا كان الطيار الخارج من مولد موصل بطريقة نجمة نركز في المثال ده كويس اذا كان الطيار الخارج من مولد موصل بطريقة نجمة 200 امبير والجهد بين الاطراف 11 كيلو فولت والجهد بين الاطراف 11 كيلو فولت ومعامل القدرة اتفقنا ان معامل القدرة ايه هو؟ كوزاين فاي 8 من 10 احسب طيار الوجه وجهد الوجه والقدرة الخارجة من المولد تعال نشوف كده هنشتغل ازاي؟ اتفقنا ان انا عندي قال لي الطيار الخارج كام يا جماعة 200 امبير وجهد بين الاطراف كام يا جماعة 11 كيلو فولت تعال نشوف كده هو عاوز جهد الوجه وجهد الخط خد بالك قال لك الجهد بين الاطراف بين الاطراف او جهد الاطراف يبقى VAL تعال نشوف هنحل ازاي؟ برضو اهم حاجة طلع بيانات المسألة بتاعتك هنا مش انا قلت لك بقى ايه؟ ان هو جهد الاطراف جهد الاطراف كان 11 كيلو فولت يعني 11000 فولت وكوزاين فاي لو معامل القدرة 8 من 10 الIL هو انا ليسا سميته IL يا مستر لانه هو قال لي جهد الاطراف تمام كده؟ قال لي جهد الاطراف طيب 200 امبير احسب الIFACE والVACE والB تمام كده؟ تعال نشوف هنعمل ايه؟ المولد ملفاته متصلة نجمة في الحالة دي انا بقول له انه خد بالك المولد انا فاهم ان المولد ملفاته متصلة نجمة وعلشان كده الIL تساوي الIFACE تساوي 200 امبير شوفت انا فاهم ازاي بقى او انت فاهم ازاي؟ انت بتقول له ان الملف متصل نجمة يبقى الIL يساوي الIFACE يساوي 200 امبير طيب الVACE بيساوي ايه؟ ما هو عاوز يحسب الVACE برضو احنا كده جبنا الIFACE الVACE بتساوي ايه؟ من العلاقة اللي احنا كنا بنقولها الVL تساوي جزر 3 VACE احنا عايزين الVACE بقى يبقى البعيد على القريب بقت معايا ايه؟ الVL على جزر 3 عوض بالقانون بتاعك 11000 على جزر 3 هيديني الرقم اللي قدامنا ستة تلتمية وخمسين وخمسة وتمانين من مية فولت تمام؟ طيب القدرة القدرة هنا 3 VACE IACE COSIN FACE طب اشمعنا هنا تلاتة يا مستر؟ ما هناك اشتغلنا جزر 3 اقول لك ايوة دي نقطة مهمة بقى لو هتشتغل VACE IACE يبقى هتقول في 3 تمام؟ لان انت بتتكلم عن جهد وجه وطيار وجه وانت يا بياشة بتشتغل على 3 اوجه حلوة دي؟ انت بتشتغل على 3 اوجه يبقى ناخد بالنا IACE VACE يبقى هضرب في 3 طب لو VL IEL يبقى هضرب ايه؟ جزر 3 تمام كده؟ نعوض القانون بتاعنا هيطلع لي 3 في 6350 و85 من 100 في المتين اللي هي المتين امبير في 8 من 10 يطلع لي بالرقم ده اللي هو القدرة اللي معايا 304 رقم اللي هو 3048 و4 من 10 كيلو واط تمام كده؟ يبقى انا عندي حسبت له القدرة طيب حساب قدرة النظم السلاسية الاوجه انا عندي في النظام السلاسي الاوجه بيبقى عندي 3 انواع من القدرة في قدرة فعالة قدرة غير فعالة تمام؟ وقدرة ظاهرية 3 انواع من القدرة احسبهم ازاي؟ القدرة دي قوانينها ايه؟ رموزها ايه؟ ده اللي هنشوفه معانا في الشكل التعريفات اللي هنقولها وازاي نحسبها وقيامها هتب عاملة ازاي؟ نبص مع بعض في دوائر الطيار المتردد يوجد 3 انواع من القدرات هي عندي ايه بقى 3 انواع دول قال لي ان عندي النوع الاول القدرة الفعالة ورمزها بي ودي وحدة قياسها ايه؟ ناخد بالنا من الكلام ده وتقدر بالوط وهي القدرة التي يستهلكها الحبل دي مين القدرة الفعالة؟ طيب النوع اللي بعد كده عندي قدرة غير فعالة وحدة قياسها بالفولت امبير تمام؟ كده؟ الغير فعال يعني ايه؟ فولت امبير اكتف دي بنقول عليها الفار تمام؟ القدرة الغير فعالة وحدة قياسها ايه جماعة؟ الفار فولت امبير غير فعال او فولت امبير اكتف تمام؟ طيب النوع التالت من القدرة وده القدرة الظاهرية ودي بتقدر بالفولت امبير يعني فولت الفي ايه ما بتبقاش ما فيش فيها ار تمام؟ في ايه يبقى انا عندي هنا القدرة عندي ثلاث انواع انا لسه ما قلناش هنحسبها ازاي؟ القدرة عندي ثلاث انواع قدرة فعالة وقدرة غير فعالة وقدرة ظاهرية قدرة الفعالة قدرتها بالوط والقدرة الغير فعالة وحدة قياسها بالفار والقدرة الظاهرية وحدة قياسها الفولت امبير طيب في حالة النظام الغير متازن بتحسب القدرة السلاسية او القدرة للثلاثة اوجه من الاوجه الثلاثة على حد يعني القدرة بتتحسب القدرة للثلاث اوجه كل البي والكيو والاس اللي هي القدرة الفعالة والغير فعالة والظاهرية بتتحسب على كل وجه الوحده فمثلا الوجه ايه؟ تحسب القدرة الفعالة والقدرة الغير فعالة والقدرة الظاهرية زي ما احنا شايفين كده في المعادلات دي المعادلات دي بتقول لي انه حسب القدرة الفعالة على الوجه الاول والقدرة الظاهرية على الوجه الاول والقدرة الغير فعالة والقدرة الظاهرية على الوجه الاول طيب هنا القدرة الفعالة بتسوي ايه V face I face cosine cosine A5 طيب القدرة الغير فعالة القدرة الغير فعالة على الوجه الاول الوجه ايه V face I face في sine theta طب هنا تاني القدرة الظاهرية على الوجه الاول او الوجه ايه الجزر التربيع اللي على مين بقى لمين البي تربيع او القدرة الفعالة والقدرة الغير فعالة كله تربيع تحت الجزر تمام ويتم تكرار هذه الحسابات للقدرة في الفرعين الاخرين ولما تخلص انت عايز تجيب القدرة الفعالة الكلية هتحسب القدرة الفعالة في الوجه الاول زائد القدرة الفعالة في الوجه التاني زائد القدرة الفعالة في الوجه التالت مجموعهم يساوي القدرة الفعالة الكلية تمام طيب عند رسم المسلس القدرة نجد ان معامل القدرة اللي هو الكوزين فاي بيساوي ايه قدرة الفعالة على القدرة الظهرية هو انت جبته منين ده يا مستر تعال نشوف المسلس القدرة اللي احنا بنرسمه ها مسلس القدرة هو الكوزين فاي بيساوي ايه ها مجاور على وطر صح كده ده بحساب المسلسات مجاور على وطر يبقى هنا عندي الكوزين فاي بيساوي البي القدرة الفعالة على القدرة الظاهرية طيب مرحوظة صغيرة كده نتكلم عنها قبل ما نختم حلقتنا اذا كان الحمل عبارة عن حمل مدي او حسي يعني محركات فيه ملفات او مقاومات يعني حمل مدي او حسي تمام كده الحمل المدي اللي هو مقاومات والحمل الحسي ده اللي هو فيه ملفات او احمال المحركات عندها تكون القدرة الغير فعالة تكون موجبة واذا كان الحمل عبارة عن حمل سعوي اللي هو حمل بيحتوي على مكسفات اي مكسفات تكون القدرة الغير الفعالة سالبة تمام يبقى الاس تساوي الجزر بي تربيع زائد او ناقص كيو تربيع امتى زائد او امتى موجب او سالب يبقى حسب نوع الحمل لو الحمل حسي محرك او ملف او مقاومة مقاومات محركات ملفات هتبقى بالموجب لو الحمل سعوي عبارة عن حمل مكسفات يبقى هتبقى بايه بالسالب يبقى احنا كده في حلقتنا النهاردة استرجعنا مع بعض الطيار المتردد كيفية توليد الطيار المتردد او نشأته او نشأة الطيار المتردد وكمان اتكلمنا عن الطيار المتردد في الوجه الواحد والسلاسي الاوجه وشفنا وضع الموصل بين القطبين المغناطسيين وقلنا لما الموصل بيبدأ يتحرك معايا هو في الوضع وضع عدم التشغيل او عدم الحركة بيبقى الوضع الافقي لما بيبدأ يتحرك معايا بيبدأ مع الحركة الموجة الجايبية تبدأ تترسم معايا تمام؟ ده كان في الوجه الواحد وفي السلاسي الاوجه ان المجال المغناطيسي لما يقطع التلات ملفات هو بيقطع كل ملف الواحده وبالتالي كل ملفها يتولد فيه او ينشأ فيه موجة جايبية خاصة بيه طيب الطيارات والجهود اللي بتتولد في الملفات التلاتة دول كانوا بيبقى الزاوية ما بينهم كام نركز في الارقام دي والمعلومات دي الزاوية ما بينهم كام كان فيه زاوية ازاحة بين الطيارات 120 درج طيب والجهود كان برضو فيه زاوية ازاحة 120 درج لانه واحد سألني واحنا شغالين قال ايه واحد كده فاهم ومركز قال هو وليه الموجة الجايبية في السلاسي الاوجه مش بدأ كلها من الصف قلنا ايه قلنا لانه زاوية الازاحة اللي موجودة 120 درجة قدت الى انه فيه موجة جايبية او فيه خط موجة جايبية لأحد الملفات بدأ من الصف وفيه خط تاني بدأ من نقطة متأخر شوية وفيه خط تالت بدأ سابق شوية تمام وبكده يبقى احنا عرفنا نشقة الموجة الجايبية وشكل الموجة الجايبية مرورا بأنظمة التوصيل النجمة والدلتا ومزايا النظام السلاسي والقدرة في النظام السلاسي وكده لحد دلوقتي كده بينتهي موعد حلقتنا على ان نلقاكم على خير ان شاء الله تمنياتي لكم جميعا بدوام التوفيق والنجاح السلام عليكم ورحمة الله موسيقى